هذا وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن اليوم عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحة أميرة دولة الكويت وقال الديوان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحة أميرة دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن لله وإن إليه راجعون